صباح الخير واليوم 21 نوفمبر 2021 وتوقعتنا الفلكية لهذا النهار وبداية مع مولود برج الحمل عزيزي مولود برج الحمل رح تتمكن من تحديد موقع عملك القادم بظل التغييرات المهنية اللي أصبحت جزء من الواقع الجديد يلي كنت عم تترقبه من فترة طويلة بالإضافة لمتابعة صحية بانتظارك عاطفيا يبدو أن وضعك العاطفي متوقف على مدى استعداد الطرفين للتصرف بعقلية من فتحة أكتر بعملية إدارة المواضيع الخلافية يلي ما بينك وبين الشريك مولود برج أكتور التدخل بمفهوم خصوصياتك في العمل من طرف بعض الزملة من المحتمل هذا الوضع يلهيك عن متابعة أعمالك ومشاكلك الحياتية الخاصة يلي عم بتهدد استقرارك بشكل واضح عاطفيا رح تتمكن من وضع حدود معينة لنهاية الخلافات اليومية يلي عم تشهد علاقتك مع الشريك بغض النظر عن حجم مشاكلك الحياتية معه بالإضافة لمتابعة دقيقة بتخص وضعك العائلة مولود برج الجوزاء عم بتفكر بأبسط الطرق يلي ممكن توفر لك الحلول والخدمات المالية يلي رح تساعدك على توسيع أعمالك الخاصة من جهة وحل حالة مستحقات مادية من جهة تانية عاطفيا ربما يستعص عليك الحل المناسب لمشكلتك الأساسية مع الشريك وتبدو حاجتك للتأكد ما إذا كانت المواضيع الحساسة يلي بينك وبينه اختفت أو ما زالت على حالها مولود برج السرطان أرارك يبدو نهائي بتفعيل خيار البدء بوظيفة جديدة حتى لو ما اكتملت إجراءاتها الفعلية على أرض الواقع بالإضافة لمشروع السفر عم تتحضر له عاطفيا عم تفقد الأمان العاطفي مع الشريك بشكل واضح وقد يكون الأمر مرتبط بتصرفاته المستفزة معك إلى جانب خلفاتكم اليومية اللي عم تتحكم فيها النتيجة الكيدية بكل وضوح مولود برج الأسد تبدو قدرتك ممتازة على الدمج بين عدة مجالات مهنية دفع وحدة والهدف منها هو تأمين الدعم المهني اللي ممكن يخفف من حجم المسئوليات المالية المطلوبة منك عاطفيا عم تتأثر علاقتك مع الشريك بطريقة تصرفاتك معه أكتر من أي عامل خارجي ومن المحتمل تنقصك الحكم بإدارة ظروفك المادية يلي عم تفرض واقع قاسي على الطرفين مولود العزراء عم بتفكر بإضافة مجالات جديدة على مسئولياتك المهنية بهدف تسهيل عملية حضورك الفعلي بمواقع القرار بشكل مباشر بالإضافة لمتابعة دقيقة بتخص بعض الأوراق المهمة عاطفيا الفلك عم يتحدث عن خطوات فعالة راح تساعدك على تطوير علاقتك مع الشريك بطريقة أفضل من بعد ما كان الوضع بيناتكن غير مريح طول الفترة الماضية مولود الميزان مشكلة مهنية السابقة أصبحت قابلة للحل بشكل نهائي بالرغم من التعقيدات يلي كانت عم تفرض عليك بداية جديدة مرتبطة بأكتر من خيار عمل بوقت واحد عاطفيا عم تشهد علاقتك مع الشريك طابع مختلف تماما عن السابق وابتدى هيدا شي يكون واضح من خلال مواقفه معك يلي أصبحت عم تتوافق مع مشاعرك تجاهه مولود العقرب نصيحتنا لك ما تعتمد على الوعودات المهنية يلي تلقيتها وتابع بوظيفتك المعتادة حتى ما تعرض استقرارك فيها لأي نتائج غير مضمونة حتى لو كنت عم بتفكر بترتيب أمرك مع جهة جديدة عاطفيا تحول عاطفي مستجد راح يخليك ترائب المواقف الحياتية يلي ممكن تستهدف علاقتك مع الشريك وخصوصا عند المرتبطين وأما العازمين أو المنفصلين لربما يتعرض استقراركم للخطر بسبب مسألة حب جديدة فانتبهوا مولود القوس خياراتك القادمة مبنية على المواقف الحالي اللي أنت فيه ورح تكون تأثيرات وواضحة على حياتك العملية ونصيحتنا لك ما تربط قرار بقائك بوظيفتك بمشاكلك الخاصة مهما كانت الأسباب عاطفيا رح تستفيد من المواقف السابقة لتثبت للشريك أنك كنت على حق بتقديرك للأمور ورح تسعى بكافة جهدك لتقريب المسافة بينك وبينه من جهة وتغيير نظرته تجاه علاقتكن سوى بشكل أقوى من جهة تانية مولود الجدي رح تتخلى عن الأشياء الصغيرة يلي ممكن تخليك تحت ضغط نفسي ومالي دفع وحدة إلى جانب اهتمامك بتحصيل فرصة عمل براتب أعلى بالإضافة لدعم خاص من جهة رسمية بانتظارك عاطفيا علاقتك العاطفية عبين أسهل كتير من المشاعر الحقيقية مع الكتير من الاهتمام وما رح تترك الأمر للصدفي بتحريك الأمر ما بينك وبين الشريك ورح تسعى بنفسك لتدبير هذا الموضوع مولود دع برج قدل ورح تنظم وضعك المهني بدون متعاكس مصيرك الحالي والفرص تبدو متاحة قدامك لتغيير واقع ظروفك المهنية ولكن مش قبل إتمام الأعمال المتبقية والمطلوبة منك عاطفيا رح تعالج مشكلتك مع الشريك حسب الموقف مش أكتر ومن غير ما تتهور بقرارات ممكن توسع الفجوة العاطفية يلي أصبحت على مسافة قريبة من استقرار علاقتك معه آخر الأبراج معنا مولود الحوت عزيز الحوت حماية استقرارك المالي هو همك الوحيد بالوقت الحالي بالإضافة لأهتمامك الواضح بالدفاع عن حريتك في العمل مهما كان نوع وظيفتك فيها والفرص تبدو مشجعة للبدايات الجديدة عاطفيا تبدو مطمئن بالرغم من كل شيء عم بصير حولك وبالرغم من الضغوطات العاطفية يلي عم بتمر فيها وكأنه مصير استقرارك مع الشريك عم بتأثر بعوامل خارجية أكتر من أي تفاصيل تانية هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار إن شاء الله تكونوا حبيتوها بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو باي باي